العربي بيروت معنا من العاصمة المصرية القاهرة ميسر بكور رئيس مركز الجمهورية الدراسات ليحدثنا عن هذا الموضوع أستاذ ميسر في اليوم العالمي للاجئين في العالم كيف راقب في البداية هل لديك أي احصائيات رسمية فيما يتعلق بعداد اللاجئين السوريين في الداخل أو النازحين في الداخل والخارج بسم الله الرحمن الرحيم طبعا باليوم العالمي للاجئين وأنا كلاجئ سوري أقول بأننا نشعر بمأساة ومأساة عظيمة جدا ونحن نشعر بها كلاجئين بالنسبة للاجئين نتحدث بشكل مليون في الأردن أكثر من مليون مليون في الأردن مليون في لبنان مليون في تركيا هذا خارج سوريا نتحدث الآن عن 80 ألف شخص سوري يقويمون في ألمانيا ويطلبون من الحكومة الألمانية سمحنا هذا المليون هو شخص المسجل يعني ليس المليون هو المسجل نعم هناك الكثير من الأشخاص غير مسجلين نعم نحن نتحدث عن ما هو مسجل فقط وليس مليون مليون و300 ألف مليون و200 ألف بس أنا أقول مليون مليون ثلاث ملايين بالدول التركية لبنان الأردن وأكثر يعني حوالي أربع ملايين تقريبا هذا مسجل مليون و200 ألف مليون و300 ألف مليون و250 ألف عدا على غير مسجل طبعا اليوم عندنا في ألمانيا عندنا 80 ألف شخص سوري حسب منظمة حقوقية ألمانية يطالبون الحكومة الألمانية بجلب أو لم يشمل لعائلاتهم في ألمانيا الحكومة الألمانية طلبت من الدول الأوروبية السماح بقبول مليون لاجئ ولاحظ هذه الكلمة الخطيرة بالتالي أنهم يعتقدون بأن الأزمة في سوريا ستستمر لذلك تحدثون عن مليون لاجئ استضافة مليون لاجئ آخر لو تقدمنا الحديث إلى الداخل السوري عن النازحين هنا كنا نتحدث عن اللاجئين النازحين في سوريا سوريا بمعظمها معظم مدن سوريا بلدان منكوبة نتذكر بالأمس كيف تم قصف مخيم من أحد المخيمات الذي يقيم على عجل في درعة وقتل معظم من كان به الريف شمالا اليوم تنظيم الدولة الإسلامية في الشام والعراق داعش تسيطر على دير الزور وبالتالي سيهرب العشرات ألاف اللاجئين من تلك المنطقة وكما حدث في الرقة نعلم أن هذه التنظيم كما ذلك الأمر يقوب بمنع المياه عن معظم هذه المناطق وبالتالي معاناة جديدة لأمور الأمم المتحدة أستاذ ميسر ذكر اليوم أو بالأمس مساء بأن عدد اللاجئين السوريين الذين خرجوا من بيوتهم في الداخل والخارج 20 مليون سوري بما يعادل تقريبا نصف عدد السكان هل هذا العدد سيقف هنا ولا لا مرشح أنه ما يضل حد في البلد سلامتك يعني الآن نحن نتحدث عن أكثر من نصف أكثر من نصف عدد سكان سوريا أصبح بين نازح واللاجئ العدد بزيادة مستمرة بوتيرة مرتفعة لماذا كلما زادت الأعمال القتالية وكلما تقدم الثوار في جبهة بالتالي سيقوم بشار الأسد بقصب تلك المنطقة وسينزح معظم أهلية الحرب الحقيقية لم تبدأ بعد في سوريا وبالتالي هذا العدد مرجح وهذه توقعات الأمم المتحدة دعني يذكرك أنه في 6 فبراير من عام 2014 توقع أحد المسؤولين عن مكتب الحقوق الإنسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن العدد النازحي في سوريا في نهاية عام 2014 سيصبح 6 ملايين لاجئ هنا نتحدث عن لاجئ خارج سوريا مسجل هم يتوقعون 6 ملايين إذن اللاجئين السوريين طالما أن الحرب لم تنتهي في سوريا ومع ارتفاع وطيرة القتال وما يحدث الآن في العراق وقالساته على الوضع السوري بالتالي هذا كله سينعكس سوءا على وضع اللاجئين دعني أقول ما هي التحديات التي تواجه اللاجئين السوريين اللاجئين وليس النازعين في الداخل نحن نتحدث الآن عن أن المجتمعات المضيفة للاجئين السوريين وخاصة في الأردن وللبنان أصبح اللاجئين السوريين يشكلون عبء على هذه المجتمعات بسبب وصول عدد اللاجئين إلى نصف عدد السكان بالتالي صعوبات على البنية التحتية والمياه والمدارس والتعليم نتحدث عن الهجرة غير شرعية وهذه التي ظهرت مؤخرا بشكل كبير ما جعل الكثير من السوريين بسمح لي سيد ميسر أن نناقش هذه النقطة كتب أحد كتاب أنه من نفاق العالم متحضر أنه يبكي من بلوغ لاجئ إلى عالم خمسين مليون لكنه لا يزال يدعم من شردهم الأمين العام المتحدة بنكيمون في تقرير له إلى مجلس الأمن الدولي قال أن عدد السوريين الذين يحتاجون إلى مساعدة إنسانية فورية ملحر تفاعل عشر مليون فاصلة ثمانية ملايين شخص أي حوالي نصف سكان هذا البلد بلغ عددهم 22 مليون بكل أحوال يشارك الأردن دول العالم بالأمس بالاحتفال باليوم العالمي اللاجئين الذي يوافق للعشرين من حزيران من كل عام الذي يحمل شعارا هذا العام أسرة واحدة أجبرت على الفرار رقم أكبر من أن يحتمل أو يحتمل يأتي هذا شعار العام الحالي تأكيد على الدور الإنساني الذي يقوم به الأردن كنموذج ربما ليس فقط في المنطقة وحدها بل العالم أجمع رغم ضعف الإمكانيات والصعوبات التي ترافقه نتابع هذا التقرير لعبيد الضمور على وقع تخوفات من تدفقات هائلة وموجة لجوء عراقية جديدة وفيما ترزح الأردن تحتعب استضافة أكثر من مليون وثلاثمئة ألف لاجئ سوري على أراضيها يشارك الأردن العالم الاحتفال اليوم العالمي أنا بتمنى بتمنى وأنا تولد 41 عمري 73 عام بتمنى أني أشوف أولادي وبناتي وأرجع لبلدي أرجع لبلدي قبل ما تخلص أيامي هذا اليوم بتذكر أول خروجنا من سوريا ومتمنى أن نرجع لسوريا والغربة صعبة واللجوء صعب والحياة صعبة إذا ما رجع البلد في يوم اللجوء العالمي بتمنى أنه الأمة العربية الإسلامية تصحى بتمنى أن الحكام العربي يصحوا وينتبهوا علي بيطلع التلفزيون ويشوفوه يعني العالم نايمة وما حدا حاسب حدا هاليام هاي بتمنى من الناس تساعد اللاجئين الأمم المتحدة بقرارها اعتبار هذا التاريخ الموافق للعشرين من حزيران يونيو من كل عام يوما وقوتهم وصمودهم بعد أن أجبروا على الفرار من بيوتهم وأوطانهم تحت تهديد الاعتقال أو الصراع أو العنف أسويو لما واحد بدشر أرض وطنة زي سوريا زي غير غيراتها ما في عنده سعادة صح ولا لا سعادة الإنسان بيته سعادة الإنسان وطنة سعادة الإنسان دارة كد ما أنا سعيد في الأردن وفي أهل الأردن شايف لكن وين نظرتي غرب لعند أرض وطني ويعد الأردن أكبر مستضيف للاجئين الفلسطينيين في العالم لما يعد هو ولبنان أكبر دولتين مستضيفتين للاجئين السوريين بواقع مليوني لاجئ كما يستضيف الأردن نحو مئتي ألف عراقي مع توقعات بموجات لجوء جديدة جراء الأحداث الدائرة في العراق حاليا يستقبل الأردن اليوم العالمي للاجئين باللاجئين وسط تزايد الأعداد من مختلف الأقطار العربية ووسط تنامي قصص المعاناة التي يحملها اللاجئين مما يحملون صفة اللجوء على كافة الأرض الأردنية عبيد الضمور الغد العربي عمان شكرا لزمين عبيد أضمور عود إلى أستاذ ميسر أستاذ ميسر لحظت أنا ما بين حروف ذلك الشيبة الذي خرج في التقرير وهو يقول ذكرنا كأننا بفلسطينة القضية السورية ذكرنا بشيبة الفلسطينيين بتلك الأيام قبل 40 أو 50 عام هل سيأتي ذلك اليوم الذي ربما يبقى العودة إلى سوريا ربما للبعض السوريين نوع من الحلم الغير قابل للتحقق يا سيدي معظم الدول تتحدث عن حق العودة للاجئين الفلسطينيين وسمعنا الكثير عن حق العودة هل قرارات الأمم المتحدة ومجلس الأمن وسيد بانكيمون ومن قبل الأخضر الإبراهيم وكل هؤلاء الأشخاص تحدثوا عن حق عودة هل سيكون في جنيف ثلاثة بند بعنوان حق العودة للاجئين السوريين نعتقد أننا سنصل إلى هذه المرحلة ويصبح حق العودة إلى سوريا أمر غير وارد أو غير شرعي والآن معظم الدول المستضيفة للاجئين تقوم بإعادة توطين للاجئين السوريين في أوروبا أو في مناطق أخرى ربما يصبح حلم لنا العودة إلى سوريا ولكن بالمقابل ذكرتم أنتم الحديث عن الأردن دعني يذكرك بأن الأردن منعت دخول السوريين إلا لمن يحملون إقامة دائمة في الأردن أو يحملون بطاقات تذاكر إلى موراء الأردن وهذا بسبب الوضع الأمن للأردن والسوريين كذلك العفوة في الأردن حتى لمن يحمل ربما إقامة هناك صعوبة أيضا في دخوله من جديد يعني حتى بعض الخطوط الطيران في تركيا مثلا يريد السفر إلى عمان لا تخرجه اللي يقول لك الأردنين اليوم لا يجع بالهم يستقبل السوريين يا سيدي كان لدي مؤتمر في أحد المراكز للحقوق الإنسان في الأردن ولم أستطع الدخول إلى الأردن بسبب هذه الإجراءات بالعودة إلى لبنان دعني أذكر بأن لبنان أصدرت قرارا بالتعاون بين وزارة الداخلية والمفاوضية السامية لشؤون اللاجئين بمنع بإلغاء صفة لاجئ عن من يستطيعون العودة إلى سوريا وبالتالي العودة إلى لبنان دعني أذكر بأن معظم الدول العربية والدول العالم لا تسمح للسوريين بالدخول إلى أراضيها ومنحهم فيها بسبب الوضع الأمني دعني أذكر بمشكلة أطفال سوريا الجيل الضائع دعني أذكر بالتفكك للأسر السورية نتيجة النزوح واللجوء والاعتقال وفقدان العديد من الأشخاص أذكر بالمشكلة المعاشية للسوريين أذكر كذلك الأمر بالهجرة غير شرعية التي يقوم بها بعض السوريين من سواحل شمال أفريقيا وبالموضوع الآخر هو الاستغلال الجنسي أو زواج القاصرات للسوريين في بعض المخيمات لذلك نحن نتحدث عن مجتمع منكوب بالكامل المجتمع السوري في المجتمع برأيك أستاذ لو سمحت أستاذ ميسر هل مثلا في أشياء مثلا تحتاج لموافقة المجتمع الدولي لما تشوف أنت لاجئين في صعوبات هل ترى أن الدور العربي كويس أم لا بعشرين ثانية لو سمحت يا سيدي الدور الدور العربي يقوم فقط على منح الأموال لا نستطيع أن نتجاهل ما فعلته الكويت والملايين الدولارات التي قدمتها للاجئين ولكن القضية السيد موسى دعنا لا ننجر وراء الإعلام العالمي وما يريده مجلس الأمن ودول المجتمع الدولي القضية في سوريا قضية سياسية لا يمكن حل مشكلة اللاجئين بمعرض بغض النظر عن الأحداث السياسية من أراد مساعدة اللاجئين علي أن ينهي الوضع القائم على الأرض وبالتالي عودت هؤلاء اللاجئين إلى سوريا الموضوع موضوع سياسي وليس موضوع إنساني شكرا جزيلا لك ميسر بكر رئيس مركز جمهورية الدراسات كنت معنا من العاصمة المصرية القاهرة سنذهب مشاهدي